تاريخ طويل من الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين يعود إلى نوفمبر من عام 1917 عندما صدر وعد بيلفور الذي منحت بريطانيا بموجبه لليهود حق إقامة دولة في فلسطين ليمنح من لا يملك من لا يستحق ولتبدأ الخطوة الأولى على طريق إقامة كيان إسرائيلي على أرض فلسطين على حساب شعبها ومنذ ذلك التاريخ بدأت على الأرض فصول الصراع العربي الإسرائيلي ليخوض الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي حروبا ومواجهات دائمة كان آخر فصولها ما يحدث حاليا بعد الحرب العالمية الأولى سيطرت بريطانيا على فلسطين التي كانت تسكنها أقلية يهودية وغالبية عربية وتنامت التوترات بين كلا الجانبين بعد أن أعطى المجتمع الدولي بريطانيا مهمة تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين وما بين عشرينيات وأربعينيات القرن الماضي تنام عدد اليهود القادمين إلى فلسطين كما تنام أيضا العنف بين اليهود والعرب أو ضد الحكم البريطاني في المنطقة وفي عام 1947 صوتت الأمم المتحدة على قرار لتقسيم فلسطين إلى دولتين منفصلتين إحداهما يهودية والثانية عربية على أن تصبح القدس مدينة دولية ووافق اليهود على هذه الخطة فيما رفضها الجانب العربي وبعد عام غادر البريطانيون دون أن يتمكنوا من حل المشكلة فأعلن اليهود تأسيس دولة إسرائيل وهو ما لاقع اعتراضا من الفلسطينيين لتندلع الحرب العربية الإسرائيلية الأولى التي انتهت عام 1949 بانتصار إسرائيل مع تهجير 750 ألف فلسطيني وكان من نتائج الحرب تقسيم المنطقة إلى ثلاثة أجزاء إسرائيل، الضفة الغربية ونهر الأردن، قطاع غزة خلال السنوات التالية تصاعدت التوترات في المنطقة فمر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بمراحل عدة بدءا من حروب عام 1948 و 1967 ووصولا إلى حرب أكتوبر عام 1973 ورغم أن اتفاقية كامب ديفيد حسنت العلاقات بين إسرائيل وجيرانها إلا أن مسألة تقرير المصير والحكم الذاتي الفلسطيني ظلت دون حل لينتفض مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة في عام 1987 ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي فيما عرف بالانتفاضة الأولى وفي عام 1993 توسطت اتفاقيات أوسدو في الصراع ووضعت إطارا للفلسطينيين ليحكموا أنفسهم في الضفة الغربية وقطاع غزة كما مكنت من الاعتراف المتبادل بين الحكومتين الفلسطينية والإسرائيلية هما جاءت الانتفاضة الثانية في سبتمبر من عام 2000 واستمرت حتى عام 2005 وردا على ذلك قامت حكومة الاحتلال الإسرائيلية ببناء جدار عازل حول الضفة الغربية في عام 2002 وفي ديسمبر من عام 2008 شنت إسرائيل هجوما على غزة استمر 22 يوما أصفر عن استشهاد 1400 فلسطيني ومقتل 13 إسرائيلية أما في عام 2014 فشنت إسرائيل هجوما هو الأطول والأكثر دموية على قطاع غزة فيما عرف بعملية الجرف الصامد أصفر عن استشهاد 2251 فلسطينيا ومقتل 73 إسرائيلية وقد شهدت سنوات القليلة الماضية صدامات متعاقبة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية والقدس وحتى داخل المسجد الأقصى والأماكن المقدسة بسبب سياسات الاحتلال وممارسات المستوطنين وغياب أي أفق لتسوية القضية الفلسطينية وفق مقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي ترجمة نانسي قنقر